اشتركوا في القناة ستفتح حوارا مجتمعيا لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب في مصر وستعلن حلولا لها مشيرا الى ان القرارات الجديدة تهدف لتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات على المستثمرين اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحكومة تستهدف الاسراع بوتيرة معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من اهالي مدينة رأس الحكمة حتى يتسنى تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية جاء ذلك خلال اجتماع عقده بشأن متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة حيث اشار رئيس الوزراء الانه يتابع بصورة يومية مع محافظ مطروح مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من اهالي المنطقة كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لاعادة تسكين المرحلة الاولى داخل ولاية محافظة مطروح منطقة شمس الحكمة كما تم استعراض موقف تنفيذ شبكات المرافق بالمنطقة ادانت مصر باشد العبارات قصف اسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة وهما اصفر عن استشهاد واصابة اكثر من مائة مواطن فلسطيني حتى الان واعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الاسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة وذلك في غياب اي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الانسانية التي اصبحت تمثل تحديا حقيقيا لمصداقية كافة المعايير والقيم الانسانية وخرقا لأفسط قواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واعتبرت مصر ان استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة اصبح يشكل تهديدا للسلم والامن الاقليميين والدوليين دعيت ان كفت الاطراف الفاعلة دوليا للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيلي بمكيالين والاطلاع بمسؤولياتها الانسانية والاخلاقية لوقف تلك المأساة الانسانية بصورة فورية اكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي قوة ومتانة العلاقات الاخوية بين مصر والمغرب مشددا على اهمية السعي المشترك لتطوير تلك العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين وخلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بريطة اكد وزير الخارجية اهمية استمرار التنصيق فيما يتعلق بازمة قطاع غزة والرفض لاي محاولات لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم مشددا على اهمية التوصل الى الوقف الفوري لاطلاق النار واستماح بالنفاذ الامن والسريع للمساعدات الانسانية الى القطاع كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك استشهد سبعة فلسطينيين واصيب العشرات جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة فدت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين واصابة اخرين نتيجة قصف الاحتلال شارع المنصورة بحي شجاعية شرق مدينة غزة كما انتشلت فرق لاسعاف اربعة شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في حي قيزان النجار قال الرئيس الروسي فلانمير بوتين ان موسكو ستواصل تعزيز قواتها البحرية وجميع انواع القوات وزيادة قدراتها وخلال حضوره منورات اوكيان اربع وعشرين شدد بوتين على ضرورة الاستعداد لاي تطورات والقيام بكل ما هو ضروري لحماية روسيا ومواطنيها مشيرا الى عمل القوات الروسية على مساء الاستخدام الامثل للأسلحة العالية الدقة اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان اسلاح البحرية بدأ تدريبات استراتيجية واسعة نطاق بمشاركة اكثر من اربعمائة سفينة حربية منها غوصات واكثر من تسعين الف مقاتل وتجرى التدريبات تحت اسم اوشان الفين واربع وعشرين في المحيط الهادئ والمحيط القطبي الشمالي وفي بحر البلطيق وبحر قزوين وكذلك في البحر المتوسط ومن المقرر ان تنتهي تدريبات في السادس عشر من سبتمبر الجاري شاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحمل تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر من حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي انا محمد انصاري ودمتم في امان الله